أنتم بشوف بأن السيد علي خامني يحكي جيد للمسكو ولكن هو يحاجم أمريكا لأن الصداقة قديمة بين بعض رجال الدين بأن الشاه كان يقول رجال الدين الأحمر نعم نعم حسن لكن مع ذلك المرحوم الخميني وصف الاتحاد السوفيتي آنذاك بأنه الشيطان الأزغر برافو لماذا كان يعني ناصب الاتحاد السوفيتي العداء في الوقت الذي لم يناصب الاتحاد السوفيتي رجال الدين نفس العداء برافو إتات جماهير لعبة لعبة جيدة من قبل الثورة ومن بعد الثورة مع رجال الدين لأن أكثر الرجال الدين المعارضة وأصدقاء خميني كانوا إما في سوريا إما في الإراق إما في ليبيا سيد دعاي مرحبا سيد دعاي صديقه هو هو زئيم جريدة اطلاعات في إيران هو رجل الدين محمود دعاي هو كان زئيم الإذاعة من أجل خميني إن قزافي فلذلك موسكو من نحو ثلاثة بلاد هذه البلاد كانوا أستغادة موسكو سوريا إراق والليبي من قبل الثورة كان يساعد خميني وأصحابه فلذلك بعد الثورة أيضا موسكو صعد وما صار عدوا للثورة كما الأمريكا حاضل أشياء قالوا أشياء ضد الثورة وضد رجال الثورة لكن موسكو صار صديقا للثورة حزر طيب يعني تقولون أن ما حصل من ثورة وتحول في إيران كان هو انتقام من سياسات أو من نوايا الشاة لتأميم النفط حتى أنه كان يلوح بتأميم النفط وقد شهدنا أن الرجل بعد أن غادر إيران لم يجد ملاذا ولولا السادات الذي آواه في مصر لما وجد أرضا يعيش فيها هل هذا هو أحد الأدلة على أن الغرب كان منزعجا من الشرطي يعني كان معروف أن الشاة هو شرطي الغرب في المنطقة نحن نفتخر نفتخر دائما سنفتخر بهذا كنا الشرطي وغول جاندار الخليج الفارس نفتخر بهذا هذا كان قوتنا هذا كان جيد في أمام كان مشاكل جيش الإيراني دخل وركز على مشكلة الملك وفي بلاد الأخرى عندما عندك قوة هذا نفتخر بهذا نحن كنا شرط في خليج الفارس نفتخر بهذا هذا كان افتخرنا سيادة سلام مسافة ولكن عندما كل البلاد العالم دون سيادة رئيس أبر الصادات رجل الوفا ورجل التاريخ وفرعون الجديد فرعون نحن نحترف كل الفرائنة نحبرهم لأن الفرائنة هم ملوك ملوك الحضارة والثغافة ترجمة نانسي قنقر